الأمان وسكت الأمان الستات كلها بتستنى كلمة الأمان الست بتدور على الراجل الغني ولا الراجل اللي تتطمن معاه الست بتدور على الراجل السند ولا الراجل اللي يقول لها كلام حلو الست بتدور على الراجل اللي يديها كلام ويعمل لها شوية أفعال ويجيب لها كل اللي نفسها فيه ولا يجيب لها كلمة الأمان لأن الست دايماً بتحس أنها مهددة بتحس دايماً بمجرد خروجها من بيت أهلها بتحس أنها معرضة لمخاطر كتير سواء هي راحة الدراسة، راحة الشغل، راحة برّة دايرة اللي تتعودت في وسطهم تاخد الأمان وأي بنت اتعودت تاخد الأمان من مين؟ من مين؟ من رقم واحد في حياتها هو الأب الأب والأم عشاء الأب كمان هو مصدر الأمان ومصدر السند للبنت هو باباها فإذا غاب باباها لازم يكون فيه شعور تعويدي يعوضها عن النقص الاحتياج دا ولكن أغلب الرجال للأسف ما بيقدروش يطمّنوا الستة اللي معاهم يقولوا لها الكلام المهيم اللي يخليها تشعر كل لحظة وفي كل وقت بعدم الأمان تسمع من قصة زميلتها وصحبتها ومعاها في الشغل وعى السوشال ميديا أن الراجل في أي لحظة ممكن يخضر بيها كمان أن الراجل اللي موجود النهاردة هل هم رجال تستحق لقب الرجال ولا لأ؟ هل أنت مراعي الستة اللي ربنا ادهالك وأحلهالك ولا لأ؟ هل أنت مطمّنها لدرجة أن هي تقول أنا جوزي دا السند والأمان حتى لو مقدرش يجيب لي متطلباتي؟ هنا بقى السؤال السبت هنا لو حست أن هي فعلا مع راجل في أمان هتنسى كل الاحتياجات التانية اللي هي ممكن تدور عليه خليني الأول كده إيه؟ يعني إيه؟ أرمي قصادك كل المشاكل يعني أنت متعود طبعاً اللي هي خد شيل معايا شوي سنت الأستاذة طبعاً